من أمام مستشفى الأمير متعب في سكاكا يلتحق بنا زميل عبد الرحمن الإبراهيم عبد الرحمن مسأل الخير يعني ضعنا في صورة هذا التطوير الذي شهده المستشفى ويعني أبرز الخدمات التي يضيفت في هذا المستشفى بالفعل خالد هذا المستشفى هو المستشفى المركزي في منطقة الجوف يساند طبعا في رفع الخدمات الصحية في المنطقة مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي في مدينة سكاكا وبقية المستشفيات منها مستشفى النساء والولادة والمستشفيات المتوزعة على بقية المحافظات وزارة الصحة أو بشكل أدق يعني المديرية العام للشؤون الصحية في منطقة الجوف فاخرت بأرقامها في خدمات هذا المستشفى خلال العام المنصر من عام 2021 ميلادية أبرز الأرقام شملت مراجعة أقسام الطوارئ بما يتجاوز 121 ألف مراجع وأكثر من 9064 مريض منوم في هذا المستشفى هذا المستشفى استقبل في قسم العيادات الخارجية أكثر من 94.618 مراجع ومستفيد وأيضا في الجانب الآخر استفاد ما يقارب أو ما يتجاوز من 2000 مراجع للعيادات الافتراضية هذه العيادات التي دشنها المستشفى خلال جائحة كورونا والتي تسمح وتتيح بإجراء زيارات للعيادات افتراضيا سهلت جانب المراجعة الحضورية على المستفيدين أيضا وأجرت بعض الأعمال التي استمرت خلال الأوقات الأشد توقفا خلال جائحة كورونا عدد المستفيدين من قسم الخدمة الاجتماعية في هذا المستشفى يتجاوز 184 مستفيد فيما بلغ عدد مراجعي أقسام التأهيل الطبي ما يتجاوز 39.816 مراجع في هذا المستشفى يقع على يساري مركز للكيلة والذي يقدم خدماته للمرضى بشكل مستمر أيضا مركز التأهيل فيما يتعلق بالأطراف الصناعية والأطراف الوظيفية والتي يتم تصنيع هذه الأطراف داخل هذا المستشفى ويتم استقبال الحالات حتى من خارج منطقة الجوف على مستوى المناطق الشمالية نظرا لما يحظى فيه هذا المركز من كوادر وطنية مؤهلة في جانب العلاج الوظيفي وأيضا إنتاج هذه الأطراف الصناعية داخل المستشفى وإجراء عمليات التدريب والتأهيل عليها فيما يتعلق في التقارير الطبية أصدر هذا المستشفى ما يتجاوز أربعة ألاف تقرير طبي أجريت ما يتجاوز من أربعة ألاف وخمسة واربعين عملية جراحية قسم الأشعة أبرز الأرقام حول ذلك خمسة وتسعين ألف مراجع تقريبا عدد الفحوصات المخبرية تتجاوز المليون ومائتين وخمسين ألف فحص مخبري وعدد جلسات غسيل الكيلامة يتجاوز 11 ألف وخمسمية وعشرين جلسة فيما تم صرف ما يقارب أربعة ملايين وأربعمية واثنين وعشرين ألف وصفة طبية من قسم الرعاية الصيدرية في هذا المستشفى وبلغ عدد عمليات الخلوع الولادية ما يقارب تسع وخمسين عملية وعمليات استبدال المفاصل والإصابات الرياضية 132 عملية هذه العمليات بشكل تحديد وأخير خالد تعتبر من أبرز العمليات والخدمات الطبية التي طورها مستشفى الأمير متعب داخل هذا البرج الطبي هذه العمليات في الخلوع استبدال المفاصل والإصابات الرياضية بشكل أكثر تحديدا يجريها عدد من الأطباء ومن أبرزهم يعني واحد من الأطباء المتعاقدة معهم من جامعة الجوف وأيضا هناك في المستشفى بشكل عام وغيره من مستشفى المنطقة كوادر طبية مؤهلة تم خلاعهم للعمل في هذه المستشفيات من مدينة الأمير محمد بن عبدعزيز الطبية